اهلا وسهلا بكم احبائي في حلقة جديدة اقتربنا من نهاية مشوارنا ورحلتنا العميقة الدسمة في انجيل يوحنى والزهار وابراز المسيح والشخصيته العظيمة الفزة الفريدة ووصلنا لأصحاح 13 اللي فيه طبعا منتهى الاتضاع الالهي في صورة من ارواع الصور ما شفناهاش ولا هنشوفها في اي ايمان ولا مكان ولا عقيدة ولا زمان رب المجد يسوع المسيح بينزل عند رجلين تلاميذه ويغسلهم حبائي هنحن على اعتاب الساعات الاخيرة لحياة الرب يسوع بالجسد على الارض والليلة دي معروفة باسم خميس العهد حسب التقليد المسيحي اي ليلة الفصح اللي عمل فيها الرب عهده الاخير مع التلاميذ قبل ما يقدم حياته في الليلة اللي بعدها صورة لحمل الفصح الخروف اللي قدم تكفيرا عن خطايا الشعب اللي تحت دم واحتمى الشعب في العهد القديم فاكرين في خروج 12 وعبروا عبر عنهم ملاك الموت ونجوا من الموت كانت الليلة دي لها طابع خاص وفيها حديث رائع وداعي للمسيح مع احبائه على مدار من الاصحاح 13 اللي احنا فيه ده لغاية اصحاح 17 رب بيشجع تلاميذه بيشدد ايديهم من جهة خطة الله للخلاص ونطق باقوال حميمة وتعليمات ختمية لتنقيتهم والاعدادهم لموته وقيمته وهي دي الاحداث طبعا اللي هتغير حياتهم 180 درجة للابد وهتغير المصير البشرية كله ما اروع العبارة دي اللي جات في عدد واحد انه المسيح احب خاصته الى المنتهى والشيء الملفت انه يعلم يقينا ان واحد من تلاميذه هيخونه واخر هينكره وكلهم بعد شوية هيتركوه عند القبض عليه وكمان حتى عند الصليب معادة يوحن الوحيد اللي فضل معه وظل يحبهم وبمحبة لم تقل ولا ذرة واحدة والحقيقة ده بيشجعنا حباء انه الرب تماما يعرف كل تفاصيل حياتنا وضعفاتنا وسقطتنا حتى قبل ما تحصل ويظل يحبنا بالرغم من ذلك يا ترى ايه هو تجاوبك مع هذا النوع من الحب الحب الالهي العجيب كان الرب يسوع خادم نموذجي تعرفوا حبائي عملية غسلة ارجل الضيوف دي عملية بيقوم بها الخادم للضيف عنده مجرد ما يوصل للضيف خادم البيت بيجي 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 بماية ويخسر رجليه لكن بنشوف هنا رب المجد يسوع المسيح اللف المنشف على وسطه وكالعبد اخذ دور العبد ونزل عند ارجل تلاميذه وغسلهم منتهى الاطضاع والاخلاق ده بيفكرنا بكلام الوحي عنه في فليبي انه اللي كان في صورة الله لم يحسب خلصة ان يكون معادلا لله لكنه اخلى نفسه اخدا صورة عبد صائرا في شبه الناس وإذ وجده في الهيئة كانسان وضع نفسه وقطه حتى الموت موت الصليب كم علينا احنا احبائي نحن اتباعه ان نكون خدام زيه مستعدين للخدمة بأي طريقة من اجل تمجيد اسمه من تمجيد الله في حياتنا وهنا اكيد بنتذكر المشهد اللي فيه التلاميذ تشاجره مع بعض عن من يكون الاعظم والاهم في اللقاء 22 في عز المشهد ده مشهد الاتضاع هم كانوا بيفكروا مين الاعظم محدش عنده اي استعداد منهم انه كان يغسر رجلين لحد دي شغلة العبيد وهم مشغولين بقضية من يكون الاعظم منهم اكيد انهم زهلوا لما شافوا الرب يسوع انحنى وغسل ارجلهم طبعا العمل ده كان يرمز للتطهير الروحي شيء ملفت هنا ازاي كانت حالة التلاميذ مثلهم مثل باقي الناس في الوقت ده قبل ما يتغيروا طبعا ويتولدوا من جديد بالروح القدس بحسب وصف المسيح في يوحنى 3 ازا ما تكلمنا باسهاب عن موضوع الولادة الجديدة ودي بالتأكيد نقطة التحول في حياة الانسان اللي بيصبح مسيحي حقيقي بيكون جاهز انه يتشبه بسيده ومستعد لخدمة الاخرين بكل تواضع ومحبة ربنا يدينا ان احنا نتمثل بالهنا الاله العظيم القدير اللي نزل لهذا المستوى من الاطداع واطداعه بيخلينا نرفعه ونجله اكتر لا يقلل من شأنه بل بالعكس يزيدنا تكريم ليه ويزيده ايضا سموه ورقيه في اتضاعه العجيب ياريت نتعلم منه ازاي نحبه ونكرمه وازاي كمان نحب بعض ونكون جاهزين ان احنا نغسل رجلين بعض مش بالضرورة بشكل حرفي لكن بيكون فعلا عندنا الاتيتيود ان احنا جاهزين ان احنا نخدم بعض وننزل عند رجلين بعض ونشجع بعض ونبني بعض ونقدم بعضنا البعض في الكرامة لا الهنا كل المجد الى الابد اشوفكم الحلقة اللي جاية ربنا معاكم